مشاهدين الكرام في كل مكان برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب موضوع حلقة اليوم هو بعنوان هل قصة فداء المسيح وهمية؟ هل هي فعلا قصة وهمية من اختراع المسيحيين؟ لكن لا يوجد شيء اسمه فداء المسيح وأن المسيح لم يمت نيابة عن البشر ده موضوع الحلقة النهاردة وهذا موضوع مبني على رسالة وصلتني تعليقا على الفيديو بتاع الإسبوع اللي فات أو حلقة الإسبوع اللي فات اللي اتكلمت فيه هل كان المسيح مبشرا بالإسلام وأكدت فيه على من هو يسوع وأهمية موت المسيح فأحد الإخوة المتابعين كتب رسالة مطولة على اليوتيوب تحت الفيديو بتاعنا وأنا حابب النهاردة أن أرد على هذه الرسالة هذه الرسالة وصلتني من الدكتور خالد سليمان وبحسب معرفت وبحست عنه فهو فلسطيني عاش في الأردن ودرس في الأردن وبعدين هاجر إلى كندا وحصل على دكتوراه في علم الاجتماع وكان ملحد يعني هو كان مسلم بالاسم وبعدين راح للإلحاد وبعدين رجع إلى الإسلام الصحيح زي ما هو بيقول وصار مسلم يعني عن قناعة فهو تعليقا على الفيديو بتاعي كتب تعليق مطول أنا طبعته في ثلاث صفحات كويس وشعرت أنه النقطة اللي بيقولها حلو أن احنا نقف عندها ونقدم ردود على اعتراضاته على أن قصة الفداء هي قصة وهمية فبيقول إيه؟ بيقول أن قصة الفداء هي مجرد أسطورة وخرافة غير معقولة وغير مبررة فأرجو أن تفكر في الكلام بشكل منطقي ده بيدعوني أنا أن أفكر في الموضوع بشكل منطقي فهي قصة بعيدة عن الإيمان العاطفي الأعمى يعني خليني بعيد عن إيمان العاطفي الأعمى وأركز في موضوع أن هذه القصة هي فعلا قصة وهمية خرافية أسطورة لا ترتقي إلى المنطق وبعدين حط بقى عدة أسباب يعني أولا وثانيا وثالثا ورابعا وخامسا وسادسا وسابعا وثامنا يعني تمن اعتراضات على قصة الفداء مما يجعل هذه القصة فعلا قصة زي ما هو بيقول أسطورة أو خرافة فهنقف عند هذه الاعتراضات لو الرب دينا وقت نحن نخلصها كلها النهاردة أتمنى يعني ذلك ونقدر أن نناقش كل اعتراض من هذه الاعتراض فأولا اللي بيخليه يقول أنه قصة الفداء قصة وهمية خرافية لا ترتقي إلى المنطق أول حاجة بيقوله لنا أنه الكتاب المؤدس يحتوي على العديد من النصوص التي تؤكد أن الإنسان لا يعاقب نتيجة خطية أباء فبيقول كده في الكتاب المقدس العديد من النصوص التي تؤكد أن الإبن لا ينبغي ولا يجوز أن يعاقب بدمب الآب وحتى لو ارتكب الإبن مليار خطية فأنه ينبغي أن يعاقب فقط على تلك الخطايا التي ارتكبها هو ولا شيء يبرر أن يعاقب ولو على خطية واحدة لم يرتكبها وارتكبها والده وخذ بعض الأمثلة من كتابك المقدس التي تؤكد صحة كلامه هذا النص موجود في صفر حسقيال وأصحاح 18 وفي عدد عشرين بيقول النفس التي تخطئ هي تموت الإبن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الإبن بر البار عليه يكون وشر الشرير عليه يكون فهو هنا العدل والمنطق يعني حتى لو كنت معجونا بمية الإجرام وكنت رئيس عصابة وملفك حافل بالإجرام وتم القبض عليك فأنه لا شيء أبدا يجعل من العدل أو المنطق أن تضاف إلى ملفك جريمة أخرى لم ترتكبها بحاجة أن جدك الأكبر ارتكبها وورثتها أنت تكلم عن الخطيئة الأصلية كويس فبما أن النص يقول أن النفس التي تخطئ تموت الابن لا يحمل من إثم الأب والأب لا يحمل من إثم الأب بر البار يكون عليه وشر الشرير يكون فهذا النص بيؤكد لنا أن إحنا أبرياء من أن نحمل خطيئة آدم وبما أنه لا توجد خطيئة أصلية وأن الجنس البشري غير ملزم بخطيئة آدم فآدم دا الوحده كويس فموت المسيح النيابي كفارة عن البشر كويس يبقى سطورة خرافة غير حقي طيب أولا وده يعني ردا على هذا النص أولا حسقيال 18 لا يتحدث عن الخطيئة الأصلية من بعيد أو من قريب النهائي فهو لا يناقش خطيئة آدم ولا يناقش الفساد الذي ورثناه عن خطيئة آدم كويس حسقيال 18 يناقش موضوع واحد وحيد كويس وهو أن شعب إسرائيل الذي كان في السابية أيام حسقيال كان يلقي الملامة كلها على الآباء ويريد أن يبرر نفسه من الخطيئة ويريد أن يلقي بالمسئولية كاملة على الآباء وأنه إحنا كويسين لكن أباءنا هما اللي كانوا وحشين وبالتالي عقاب الله لهم في السابي غير عدل أن الله ظالم وأن الله غير عادل معهم عشان كده مهم أوي يا دكتور خالد في حاجة في المسيحية اسمها القارينة أو السياق لا تأخذ عبارة بعيدة عن سياقها ده تعمله في الإسلام في القرآن حيث أن كل عبارة متنطورة لوحدها ملاش علاقة بالتاني إنما في الكتاب المؤدس السياق مهم سياق الكلام قارينة الكلام مهم عشكده أشعياء سوري حسقيال 18 لما بيبدأ بيقول هذه الكلمات في بداية الكلام وكان إلي كلام الرب قائلا الرب بيكلم حسقيال وحسقيال كان واحد من هؤلاء المسبيين في بابل وكان عايش مع الجيل المسبي في بابل كويس والرب كلمه وأعطاله رسالة وهو في بابل كنبي للرب فبيقول وكان إلي كلام الرب قائلا ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين الأباء أكلوا الحسرم وأسنان الأبناء درست أنتم ليه عملين ترددوا هذا المثل الأباء أكلوا الحسرم والحسرم ده عبارة عن العنب لما يكون لسه ما استوياش بيبقى مر قوي قوي يقولي أنه الأباء أكلوا الحسرم لكن مش هما اللي مش هما اللي أسنانهم وجعتهم لا ده أسنان الأباء هي إيه هي اللي درست هذا الحسرم فالرب يقول لهم حي أنا يقول السيد رب لا يكون لكم من بعد هذا المثل تضربون هذا المثل في إسرائيل ها كل النفوس هي لي أنا لي كل النفوس الأباء والأبناء والأحفاد وكل نفس هي لي النفس التي كل أنفس هي لي نفس الأب كنفس الإبن كلا هما لي النفس التي تخطئ تموت وبعدين لما نروح إلى نهاية نهاية الأصحاح بيقول وأنتم تقولون في عدد 25 ليست طريق الرب مستوية يعني هما بيقولوا بما أن إحنا مسبيين وإحنا ما عملناش حاجة إحنا كويسين قوي اللي أخطأه هما والدينا أبأنا الأباء وإحنا بنجني ثمرة خطاياهم فليه ربنا بيعقبنا على 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 فعلهم أنهم هما اللي أخطأوا وإحنا اللي بنجني السمر إحنا اللي في الساب إحنا أبرياء إحنا كويسين إحنا ما فيش في حياتنا خطية إحنا كويسين قوي فكانوا بيلقوا كل الملامة على مين على الأباء وفي نفس الوقت بيطلعوا ربنا على إنه ظالم فربنا بيقولهم أنتو عملين تقولوا ليست طريق الرب مستوية فاسمعوا الآن يا بيت إسرائيل أتركي غير مستوية أليست طرقكم غير مستوية إذا رجع البار عن بره وعمل إثما ومات فيه فإثمه الذي عمله يموت وإذا رجع الشرير عن شره الذي فعل وعمل حقا وعدلا فهو يحيي نفسه وبعدين في عدد 29 يقول لهم وبيت إسرائيل يقول ليست طريق الرب مستوية مرتين بتهموا الرب إنه طريقه غير مستوية أليست طرقكم غير مستوية من أجل ذلك أقضي عليكم يا بيت إسرائيل كل واحد كطرقه يقول السيد رب توبوا وارجعوا عن كل معاصيكم ولا يكون لكم الإثم مهلكة اترحوا عنكم كل معاصيكم التي عصيتم بها وعملوا لأنفسكم قلبا جديدا وروحا جديدا فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل لأن لا أصر بموت من يموت يقول السيد رب فارجعوا وحيوا كل الدعوة الإلهية هي لهذا الجيل الذي يلقي بالملامة على الأباء ويحاول أن يبرر نفسه مع أنهم خطاه فالرب يقولهم على فكرة أنا إله عادل أنتو مش موجودين في السبي زلما أنتو موجودين في السبي عدلا أنتو موجودين في السبي عدلا وعلشان تحيا لابد أن تترخ خطاياك وأثامك وتتوب إلى الرب إلهك وتصحح من طرقك فتحيا إذا كنت عايز تحيا يبقى لازم تتوب يبقى الرسالة كلها مش بتناقش خطية آدم الرسالة كلها بتناقش ناس حاول تبرر أنفسها واتطلع أنفسها بلا خطية ورب يقولهم لا أنتو كمان خطاة وإنتو موجودين في السبي بسبب خطاياكم فمجيش أخذ الآية واجري بيها مجيش أخذ الآية واجري بيها وابني عليها عقيدة كاملة وهي أنه إحنا ملناش علاقة بآدم دي حاجة الحاجة التانية القاء اللوم على الأباء لا يبرر الأبناء الذي يبرر الأبناء وده رسالة الرب ليهم في حسقية التمنتاشر الذي يبرر الأبناء هو التوبة والرجوع إلى الرب النص ما بتكلمش عن الخطية الأصلية النص ما بتكلمش عن آدم وعن خطية آدم النص ما لهوش علاقة بتكوين تلاتة كل الأصحاح هدفه الأساسي أن يتوب الإنسان ويرجع عن طرقه وإذا رجع عن طرقه الرب يحييهم ويعطيهم حياة جديدة ده كل الهدف من الأصحاح ده بالنسبة للأصحاح التمنتاشر كمان الكتاب المؤدس كله بتكلم على أنه الإنسان عنده مشكلة من بعد تكوين تلاتة الإنسان عنده مشكلة البشرية كلها عندها مشكلة هذه المشكلة ظهرت بعد السقوط بعد خطية آدم ليه لأنه آدم نحن كنا في آدم عندما أخطأ آدم ونحن ناس الآدم ولما نتكلم عن وراثة الخطية نحن نتكلم عن حكتين يعني إيه وراثة الخطية يعني حكتين إحنا ورسنا الذنب إحنا أصبحنا مدانين أمام الله لأنه آدم كان يمثلنا إحنا ورسنا الفساد فساد الخطية ما فيش حد على وجه الأرض بلا خطية حتى أنت دكتور خالد لو دورت جواك هتعرف أن هناك كثير من الخطايا في حياتك وكل القوانين والدساتير والشرائع البشرية والحكومات محطوطة أساسا حتى تمنع شر الإنسان حتى في اللي بيميز اللي بيميز بلد عن بلد هو الصرامة في تنفيذ القانون الصرامة في تنفيذ القانون وكلما كان القانون صارم كلما خافت الناس وكلما اتحد الشر شر الإنسان ارفع القانون انت في كندا ارفع القانون يوم واحد بس وشوف الناس هتعمل ايه ارفعوا يوم واحد حتى في أرقى البلاد شيل القانون شيل الدستور شيل كل قوانين المرور وشوف الناس هتعمل ايه ليه لانه الانسان بطبيعته فاسد نحن التدقيق والحيادية تقدر توصل الى هذه المفهوم في حاجة بنسميها corporate solidarity اللي هو بيبقى عبارة عن التمثيل الجماعي في واحد ينوب عن جماعة على فكرة كل ده انت في كندا بتعاني النهار ده اشر المعاناة بسبب رئيس وزراء كندا كندا في انحضار اقتصادي و اخلاقي كويس بسبب شخص شخص بسبب قراراته صح ولا اكيد ليه لانه ده اللي بيمثل كندا ده اللي بيمثل كندا لما نرى الكتاب المؤدس نعرف نفهم انه هناك فكرة التمثيل الجماعي يعني مثلا لو قرينا عن خطية داود بسببها ادين كل بيت داود خطية اخان ابن كرمي بسببها اتهزم بني اسرائيل خطية قورح بسببها كل العشيرة تلعتهم الارض دا اسمه ايه اسمه تمثيل جماعي طيب اخذ اخذ مصر بما اني مصري مصر النهاردة عليها ديون دا مثل من الامثلة بس مصر النهاردة عليها ديون بتقدر ب مية تلاتة وخمسين مليار دولار مية تلاتة وخمسين مليار دولار انا كمصري هل انا استلفت الفلوس دي لا بس هل الديون دي هي ديوني ايوة لان مصري معين اللي اخذها هو رئيس مصر بس لانه بيمثل المصريين نائب عن المصريين اقدر النهاردة انا كمصر اقول انا مليش علاقة بالديون دي ما اقدرش ولا يقدر المصريين يقولوا احنا ملناش علاقة بالديون دي دي مش ديون احنا مش هندفعها ما يقدروش ليه لانه قرار شخص يمثل الكل عندما استدان استدان مصر واللي هيدفع هو الشعب المصري واضح الفكرة فالفكرة دي لا يمكن ابدا انها تتلغي لانها فكرة اصيلة سواء في القديم او الحديث وهكذا يتحدث الكتاب اننا كنا في آدم عندما اخطأ فسقط الجميع الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد ولكن هذا احتجنا الى من ينوب عنا لكنه بار بلا خطيئ احتجنا الى من يحمل خطيانا من ينوب عنا في رفع الدين اللي علينا وده شخص المسيح فبسبب السقوط صار الجميع خطاة وبسبب السقوط صرنا كلنا فاسدين ولا نقدر نسد ديوننا ولا نقدر نخلص أنفسنا لأجلاد احتجنا كبشر أن يأتي مخلص ما لهوش ديون ما لهوش خطيئة وبار يستطيع أن يسد ديوننا ويحمل أثمنا ويدفع تمن خطيئنا وده شخص المسيح حسكيال 18 ما لهوش أي علاقة ب اللي حضرتك بتقوله وبتناقشه بفداء المسيح ونيابته عن البشر طيب ما أن النوتة دي تكون واضحة نيجي إلى أمر آخر هو بيقول لنا نوتة التانية اللي بتراح بيقول لو أراد الله أن يتدخل حقا لو أراد الله أن يتدخل حقا لتخليص وفداء البشر من تلك الخطية المزعومة وأثارها لتدخل بعد حدوثها مباشرة ولمن انتظر ألاف السنين والناس يعانون يعني هو يعني بيدي نصيحة للرب أو بيعين نفسه أحكم من الله لماذا انتظر الله ألاف السنين حتى يأتي المسيح ده السؤال اللي بيسأله لو ربنا كان عابب يخلص فعلا كان في وقتها كان في وقتها ادخل وقت وخلص آدم كويس وبالتالي نكون احنا كجنس بشري معلناش اي نوع من المسئولية اول حاجة بيعلمها لنا الكتابة المؤدس ان الله في حكمته بيصنع كل شيء في وقته كل حاجة عند ربنا لها وقت فهو ما عندهوش ماضي وحاضر ومستقبل الله خارج الزمن الله خارج الزمن فوق الزمن هو يرى الحاضر ويرى الماضي ويرى المستقبل كويس وبالتالي ربنا بيعمل كل شيء خطته بيصنعها في الوقت اللي بيختاره مش الوقت اللي انا بختاره او الوقت اللي انا بيحسن في عيني ان انا اختاره دي حاجة الحاجة التانية ربنا عمره ما بيجي يوم بدري ولا بيجي متأخر ده مبدأ كتابي بنعرفه من كتاب المؤدس ان ربنا لما بيجي بيجي في الوقت الصح لمتأخر ولا بدري حاجة التالتة اللي بنعرفها من كلمة ربنا انه ربنا ادى وقت للانسان انه يدرك مدى مدى جرم الخطية ومدى الشر اللي جوه الانسان مدى الشر اللي جوه الانسان كلما الانسان المريض بيقض وقت في مرض كلما بيدرك الى اي مدى المرض وحش كلما بيدرك الى اي مدى المرض وحش وربنا خلى الانسان يجرب اللي عايز يجربه حكومات بشرية حتى النموس اللي اعطي من الرب كان كل ده بيقدي الى حاجة مهمة جدا وهي ان يأتي المخلص الله ينتظر حتى يدرك الانسان عمك وخطورة الخطية حاجة الرابعة حتى تكتمل النبوات ما هو مش بيجي اعتباطا فيه نبوات كتيرة جدا كان لازم ربنا يعلنها وكان لازم ان الانسان ينتظر ويكون مستعد لتحقيق هذه النبوات النبوات دي بدأت من تكوين ثلاثة على فكرة من لحظة السقوط ان نسل المرأة يصحك رأس الحية واكتملت هذه النبوات عن شخص المسيئة بتفاصيل كثيرة جدا حاجة ما بنقترحش الدينونة ونهاية الزمان كل حاجة عند ربنا لها وقتها ويوم عند ربنا زي الف سنة و الف سنة زي يوم احنا اللي عندنا الوقت والزمن هو ما عندهش الوقت والزمن طيب ده بالنسبة لماذا انتظر الله الاف السنين ليفضي البشر كويس ده الاعتراض التاني اللي بيقوله لنا الاعتراض التالت واعتراض يعني غريب شوية بس هارال حضرتكم بيقول التدخل المزعوم انا طبعا ما بعجبنيش تدخل المزعوم كلمة المزعوم دي لانه يعني ادعاء غير حقيقي لكن نحن لا ندعي شيئا غير حقيقية نحن نقول حقائق انت مش عايز تقبلها ده برحتك لكن مجيء المسيح وفداء المسيح وموته وقيمته دي حقائق تاريخية لا نقبل فيها الشك ولا نشك ابدا في حدوثها التدخل المزعوم لله لم يغير شيئا من طبيعة البشر او من ميلهم لارتكاب الاخطاء وظل العالم كما هو حافلا بالخطايا والمخطئين يعني والمخطئين يعني التدخل المزعوم كان امرا عبثيا تماما وبدون جدوى فلو كان صحيحا لا اختلف طبيعة البشر بعده ولا عادوا كالملائكة طهرا ونقاء قبل ارتكاب الخطيئة الاولى طيب حضرتك بتقول التدخل لم يغير شيئا من طبيعة البشر وانا اولا اول رد ليا تم تجرب بنفسك بجد يعني يعني خلينا نطبق ده عليك جرب بنفسك وشوف اذا كان المسيح هيغير منك ولا لأ وبعدين نحكم يعني يعني جرب انك تقبل المسيح وتقبل الايمان بالمسيح وشوف احكم بعدها بعد تكون تجربة شخصية على الاقل مش مجرد نظريات جرب انك تفتح قلبك للمسيح كويس وشوف اذا كان المسيح هيغير حياتك ولا لأ وبعدين قولي المسيح لم يغير الحياة لكن ما تتكلمش كلام نظري طيب انا هكمل ردي لكن اخد مداخلة الاخت في ريال نعم اهلين اهلين اخت في ريال اهلا بيك اخ اشرف كيف صحتك وحشتنا كثير لكن الرب لما يعطيني هو الفرصة اللي انا اقدر اكتلم اهلا وسهلا بيك الرب يباركك ويحفظك اخي اشرف انت حضرتك اكتفي وتوفي عن الموضوع طبعا لكن هي المشكلة عجل المسلم لا يقدر جوهر الله الذي هو قدوس بار طهر ولا يستطيع ان ينظر الى الخطيئة وكل خطايانا صارت فاصلة بيننا وبين الهنا فلذلك المسلم ما يقدر هذا الشيء يعني الله مجرد جرشي بشوية اعمال حسنة وهي كلها خرق بالية امام الله القدوس وعنده ميزان اله للحسنات والسيئات وبعدين شوف هذا الميزان منه الرح يرتفع ومنه الرح ينزل وها هي ورحنا اللهم غفور الرح ويلا هي الدنيا سايبة والطريق مفتوح للجميع لكن هما المشكلة ما يعرفون انه القلب اخدع من كل شيء وهو نجيس من يعرفه ايراميا سباطعة سفر ايراميا سباطعة تسعة فهم كل الخطايا نابعة من القلب كل الخطايا اما هما مشروع يلا التقية والقذب والقتل والارهاب ما عليش يعني افوت اعمال حسنة يلا ارشي الهي لكن ما عرف هل هو هذا القلب منه يغسل بالوضوء او يغسل بالصابون او بالما منه اللي يغسل هذا القلب منه اللي يغير هذا القلب منه اللي طهر هذا القلب منه اللي غير الإنسان هو المسيح له كل المشي له كل المشي اللي مات في ذا لازم تفرحون انتم لو تؤمنون بالمسيح وعمل الكفاري على الصليب راح تنالون الحياة الأبدية بدون أي أعمال طبعا مع التوبة ومع الرجوع إلى الله والرب هو اللي يغفر لكم لكن احنا نصلي إن الرب يفتح أيامكم وينمس قلوبكم وتعرفون ما معنا الكفارة والصليب والرب يرحمكم شكرا أخت فريال وشير القشور من على أيونكم بإسم يسوء القدوس شكرا لك ودائما نسعد بمداخلتك أخت فريال شكرا ربي باركك فالرد الأولين قلت له جرب أنت بنفسك يعني في دوا موجود فعالية هذا الدوا لازم يتم أولا تجربته وخليك أنت واحد من هؤلاء المجربين خده شوف إذا كان هذا الدوا هيدي لك حياة ولا لأ دا أول حاجة فما تدرش تقول أنه أنه عمل المسيح لم يغير القلوب أنت أساسا ما تعرفش ما اختبرتش فبالتالي ما تحكمش لأن حكمك غير دقيق حاجة تانية حضرتك بتجهل عمل المسيح في حياة المؤمنين على مر العصور والأجيال المسيح غير ناس كتير قوي ملايين الناس اتغيرت ولما اتغيرت اتغيرت للأفضل وده التحدي اللي أنا دايما بحطه قدام أي حد من الإخوة اللي بيشكوا في عمل المسيح وقدرة تغيير المسيح على الحياة هدت واحد او خليه اتنين خلينا نجيب اتنين ودي الواحد انه يعيش بحسب الكتير المؤدس وتعليم المسيح ودي الواحد تاني يعيش بحسب القرآن وتعليم القرآن وشوف انه واحد حياته اتغيرت للأفضل المسيح غير ملايين الاشخاص وما زال بيغير ملايين الاشخاص الى يومنا هذا بيغير حياتهم بيغير طبيعهم بيغير اهدفهم بيخليهم يكونوا سبب بركة للاخرين تاريخ مليان تاريخ مليان بامثال هؤلاء الذين تغيرت حياتهم بنعمة المسيح وممكن انت يكون عندك نفس الفرصة انك تجرب وانك تؤمن بالمسيح وتشوف اذا كان المسيح هيغير حياتك ولا لا تالسا اه المسيح مات من اجل كل البشر مات من اجل كل البشر لكن هل كل البشر امنت لا هل كل البشر اتغيروا لا ليه لان فداء المسيح وعمل المسيح فعال فقط في المؤمنين في المؤمنين بالزبط زي لما يكون في مضاد مضاد موجود لفيروس معين هذا المضاد فعال فقط في جسم اللي ياخده لكنه لما ياخدهوش ما يبقاش فعال في جسمه موت المسيح هو كفاية لاجل كل البشر كفاية لاجل خلاص كل الناس لكنه فعال في الذين قابلوه وامنوا به وعش كده الشر مليان حوالينا وفي كل مكان انا اجو كلم عن المسيحيين الاسمين انت اكيد يعني دارس وعارف انه فيه فرق ما بين اللي تربى في بيت مسيح وما بين الانسان المؤمن الحقيقي اللي قابل يسوع المسيح مخلصا شخص الحياة لانه ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات ده اللي قاله المسيح دي النقطة التالتة فعمل المسيح يغير الحياة ولو عايز اكبر دليل عملي ممكن انت تكون هذا الدليل العملي اللي يثبت لك انه فعلا المسيح وعمل الفدائي بيغير الحياة الاشياء العتيقة قد مضت وهو ذا الكل قد صار جديدا طيب اجي الى نقطة اخرى بيقولها هذا الوقت في النقطة رقم اربعة بيقول الدكتور خالد انت كمسيحي كويس وانا لخصتها ان من يتب يخفر له الله خطياه دون احتياج الموت المسيح فبيقول لني بيقول انت كمسيحي تخفل تماما حقيقة مهمة فانا كمسيحي يعني هو اللي عارف الحقيقة مش انا اللي عارف وهي ان ادم قد تاب ولا شك وقد تاب الله عليه وغفر له خطيته ده نص القرآني وانا لا اؤمن بالنص القرآني ده يعني ف ما ما تجيب ليش نص القرآني وتحاول تقنعني بي دي حاجة كويس والكتاب المقدس مليء بالنصوص التي تؤكد ان من يتب يخفر الله له ويمحو خطياه ويحييه يعني ان خطية ادم قد انتهت بمجرد توبته عنها ولا يمكن ان تكون قد انتقلت الينا الى اخر جزة طيب فبالتالي التوبة كفيلة بغفران الله توبة كفيلة بغفران الله من يتب يخفر له الله خطياه دون احتياج لموت المسيح اوكي اولا حضرتك بتجهل تكوين ثلاثة بتجهل تكوين ثلاثة ليه تكوين ثلاثة هو في قصة السقوط ويمكن تعرف تفاصيل لكن ما تعرفش كل التفاصيل او لم تقرأ تكوين ثلاثة على الاطلاق لم يقول في تكوين ثلاثة وصنع الرب الاله لآدم وامرأته اقمسة من جلد يعني هناك كان في زبيح فداء اقمسة من جلد في حيوان الدبح في سفك دم ودي الفكرة الاساسية اللي موجودة في كتاب المؤدس من اول الاخر وصنع الرب الاله لآدم وامرأته اقمسة من جلد والبس هما تكوين ثلاثة واحد وعشرين يعني الرب هو اللي صنع فداء لآدم كان لابد ان يصنع الرب هذا ليه لأنه دا رمزا للزبيح الاعظم يسوع المسيح كمان في نفس الاصحاح هناك وعد الهي في تكوين ثلاثة خمستاشر ان نسل المرأة يصحك رأس الحية يعني فيه مسيح جاي وهيحرر الانسان دا وعد الهي موجود كمان كل النصوص اللي حضرتك ذكرتها هنا وبتكلم عن الرجوع وعن التوبة ودعوة الشعب للرجوع وللتوبة ليترك الشرير طريقه ورجل الاثم افكاره وليتوب الرب فرحمه كل هذه النصوص اعطيت لشعب اسرائيل خلال انبياء اسرائيل كويس وجزء اساسي جزء اساسي لا ينفصل عن العبادة في اسرائيل هو الذبائح يعني اللي يترك الشرير طريقه ايوة طب الخاطي يعمل ايه ياخد زبيحة ويذهب بها الى الهيكل ويقدمها تكفيرا عن خطاياه وكان عندنا خمس انواع من الزبائح وكان فيه يوم الكفار العظيم وكان فيه الزبيحة الصباحية والزبيحة المسائية وكان فيه زبيحة اخر الاسبوع وزبيحة اخر الشهر كل هذه الزبائح كان هدفها ايه كل هذه الزبائح انه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة طبعا دم تيوس وعجول لا يخلص لكن كان رمز الى يسوع المسيح رمز الى الذبيح الاعظم شخص المسيح حتى خروف الفصح فلما ربنا يقول لشعب ليترك الشيط طريقه ورجل اثم افكاره شعب فاهم ايضا انه على الخاطئ ان يقدم ذبيحة عن خطايا الشعب عارف ايضا انه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة الشعب عارف ايضا ان الخاطئ لابد ان يأتي بذبيحة ويضع يده عليها ويقر بخطايا وتقدم هذه الزبيحة وتذبح نيابة عنه لانه اجرة الخطيئة موت فلابد ان يحمل تحمل نفسا اخرى موت الانسان حضرتك بتقرأ نصوص وتسلبها من سياقها وده مش موجود في المسيحية ما عندناش الاسلوب ده في قراءة كنت المعدس كل الايات اللي انت اقتبستها سواء اخبر الايام التاني ارجعوا اليها فارجع اليكم سواء حسقيال سواء اشعياء سبعة كل هذه النصوص اللي بتكلم عن التوبة والرجوع محورها محورها في الفكر اليهودي هو الكفارة الكفارة وده حضرتك بتخفله نهائي ولا تذكر عنه شي لانه مش بيخدم غرضك انت عايز تأكد انه مفيش حاجة اسمها نيابة عن احد كل واحد بيرجع عن خطيته رب غفور رحيم نفس الفكرة الاسلامية لكن لا توجد كفارة مع انه كفارة هي بتربط سفر التكوين كله بسفر رؤية هي الخط اللي رابط كل الكتاب المؤدس بعض ببعض دي حاجة حضرتك بتجهلها طيب اجي الى نقطة اخرى لم يقول انه الانبياء الذين ارسلهم الله نادوا بالخلاص هو بالتوبة والايمان بالله الواحد لذا قصة الفداء من الخطية لا معنى ولا مبرر لها حضرتك زي ما قلتلك بالزبط انه جوهر التوبة والايمان بالرب هو الزبائح في الفكر اليهودي الزبائح 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 ويريت حضرتك تدرس عن الزبائح ومركزيتها في العبادة اليهودية وتعرف انه كل ما نادى به الانبياء كل ما نادى به الانبياء من رجوع وتوبة حقيقية كان لابد ان يتم عن طريق ايضا الزبائح يترك الشرير طريقه اذا رحت وطلبت غفران الله وقدمت ذبيحا خطيئك يبقى لازم فيما بعد انك تترك خطيئك وما تستمرش فيها فترك الخطايا هو النتيجة انك تصلحت مع الله حضرتك بتجهل كل ده ما عرفش عن قصد او عن عمد لكن خلينا اقول بما انك جايب كل هذي النصوص وعندك كل هذي المعرفة فاعتقد انه ما لا تذكره هو عن عمد وليس عن جه لانك اكيد تعرف الكلام عدس بيقولي والردود المسيحية وجوهرية وجوهرية الزبائح وجوهرية الكفارة في العهد الاديم والعهد الجديد ففكرة الفداء فكرة اساسية وجوهرية ولا يمكن ابدا ان نخفلها طيب ده سؤال مهم جدا جدا بيقولين ايه بقى اذا كان المسيح هو الله كما تدعي والذي لم ينزل الارض وتجسد الا من اجل الموت على الصليب لتخليص البشر من الخطية الاولى المزعومة فهل من المعقول الا يقول ولو كلمة واحدة عن تلك الخطية فلو رجعت كلام المسيح كلمة كلمة لما وجدت يقول ولو كلمة واحدة عن خطية ادم بل ان المسيح ينسف فكرة وجود الخطية الاصلية من الاساس مسيح نفسه بينسف وجود الخطية الاصلية من الاساس يقول كده لو لم اكن قد جئت وكلمتكم لم تكن لكم خطية واما الان فليس لهم عزر في خطيتهم طيب لو لم اكن قد عملت بينهم اعمالا لم يعمل ها احد غيري لم تكن لهم خطية واما الان فقد رأوا وابغضوني انا وابي طيب نيجي للنقطة دي المسيح علم عكس الخطية الاصلية ونقضها ولم يتكلم ابدا عن الخطية الاصلية المسيح لم يذكر عبارة الخطية الاصلية لكن المسيح تعامل مع كل نتاج الخطية الاصلية في الانسان من مرض وموت وشر واثم وفجور وضلال وبعد عن الله وخطايا ملت حياة الانسان وقلب الانسان الذي تشوق المسيح تعامل مع كل نتاج الخطية اللي عايش فيها الانسان كان يقول ويصنع خيرا ويشفي كل المتسلط عليهم ابليس كل الناس كانت تعاني من نتائج الخطية والمسيح كان يعالج كل نتاج الخطية في حياة الانسان من مرض ومن ضعف ومن سلطان ابليس واستعباده كل ده كان المسيح بيعالجه المسيح كمان يتكلم عن فداءه فداءه وعن خلاصه نيابة عن البشر اللي حضرتك اكيد اريت عنه واسمعته مسيح قال في له المجد في متى عشرين وفي مرؤس عشر قال هذه الكلمات ان ابن الانسان قد جاء لا لكي يخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين يبقى في الموت النيابي يبذل نفسه عن كثيرين ولدي ملهاش معنى ولدي تحمل عند حضرتك تفسير آخر في متى ستة وعشرين وعدد تمانية وعشرين قال الرب يسوع لان هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا نعم يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا هذا هو دمي لانه بدون سفك دم لا تحصل مغفرة يعني ايه هذا هو دمي الذي يسفك من اجل كثيرين لمغفرة الخطايا حضرتك المسيح كان بيحتفل مع تلميزه بالفصح حضرتك المسيح كان بيسترجع ذكرى مهمة جدا عند اليهود ذكرى خلاص الله لشعبه من ارض مصر ذكرى كان فيها خروف الفصح هو الاساس خروف الفصح الذي يزبح ويرش دمه على العتب العليا والقائمتين لكل بيت فلا يهلك من في البيت المسيح بيقول لهم انه دمه دمه هو هو دم العهد الجديد وهذا دمه هو الذي يسفك لأجل كثيرين لمغفرة الخطايا يعني ايه لأجل كثيرين لمغفرة الخطايا لانه زي ما قلت لحضرتك بدون سفك دم لا تعصل مغفرة النفس التي تخطئ تموت وقديما كان نفس البهيمة في دمها فكان لابد ان يسفك دمها والمسيح بيقول ان كل هذه كانت رمز كانت تشير لي لان انا هو حمل الله الذي يرفع خطيط العالم حضرتك ما اريدش العبارة دي ما اريدش كلام المسيح دا في مرأس 14 وعدد 24 يقول هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين وفي لؤة 22 يقول هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي الذي يسفك عنكم نيابة عنكم ما ملهاش معنى دا كله ملهاش معنى ان المسيح نيابة عن البشر عن كثيرين ملهاش معنى المسيح بيؤكد موته النيابي عن كثيرين المسيح بيؤكد كفارته عن كثيرين المسيح بيؤكد ايضا ان موته هو موت عن كثيرين الذي لم يفعل خطيئة ولم يوجد في فمه غش وزي ما قال عنه اشعياء في 53 كلنا كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه اثم جميعنا يا دكتور خالد هذه النصوص لها معنى وهذه النصوص تؤكد حقيقة مهمة جدا حقيقة موت المسيح الكفاري اللي حضرتك بتقول انها اسطورة وخرافة وعش كده انت لم تقتبس هذه النصوص ولم تقترب اليها انت حتى ما قلتش ان المسيح قال هذه العبارات انت قلت حاجات تانية وكأن هذه الامور اللي انت بتذكرها بتعارض وتناقض حقيقة موت المسيح على الصليب انا افهم ان حضرتك كمسلم لا تؤمن بصلب المسيح ولا موت المسيح وده ده من 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 كرآنك من صلب ايمانك خيس لكن انت ما روحتش لايمانك انت روحت للكتال المؤدس فلما تروح للكتال المؤدس يتاخد كله يتسيب كله لكن ما نفعش تروح تاخد آية وتجري بيها واتطير بيها بعيدا عن سياقها وبعيدا عن مضمونها وبعيدا عن معناها الحقيق وما نفعش تاخد آية وتسيب كل الكتال المؤدس لانه الكتال المؤدس هو اعلان الهي كامل وشامل وعش كده انا بدعوك من على هذا المنبر انك تدرس عقيدة الكفارة في الايمان المسيحي وتدرسها كتابيا من كتاب المؤدس مش ان انت تاخد نصوص ظن منك انها تتطفق مع ايمانك الاسلام انا كان نفسي اخد بعض الاعتراضات الاخرى لكن انا ما عنديش غير ديئة واحدة ممكن اقل من ديئة لكن قليني اختم ب انه اعتراض يقول انه قصة الفداء قصة فضائية لا منطقية طبعا لمن لا يؤمن بها ولمن لا يقبل حق الالهي المعلن هنكمل في حلقات اخرى لكن الى ان نلتقي سلام المسيح مع حضراتكم